موعد ثاني وتأجيل أول لما جرى اقتراحه موعدا لإجراء الانتخابات النيابية هذه المرة بتوافق سياسي حوله بدأت تطورات تأجيل الانتخابات النيابية تتضح بعدما تكررت لقاءات القوى السياسية العراقية والرئاسة الثلاث مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية إلى العراق نتطلع على أن تكون هناك انتخابات شفافة نزيهة بعيدة عن التأثيرات المالية وكذلك التأثيرات الروحية والعقائدية فنتمنى من الناخب العراقي أن يتحرر من هذه التأثيرات بين أسباب سياسية تتصل بالقوى الفاعلة في الساحة العراقية وأخرى تقنية وما له علاقة بالاستعدادات الفنية التي تتخذها مفوضية الانتخابات جرت توافق على التأجيل بعدما أكد القضاء العراقي حاجته إلى موعد واقعي للانتخابات المبكرة وعلى وقع هذه التطورات شهدت الساحة العراقية تطورا سياسيا متسارعة أحزاب ورايات جديدة في الساحة العراقية وأغلبها تومئ إلى رحم التظاهرات أحزاب جديدة خصوصا بعد التظاهرات والحراك الشعبي والمتغيرات على الواقع السياسي مؤشر إيجابي كونه يستوعب طبقة مهمة من فئة أو شريحة واسعة في المجتمع العراقي وهي فئة الشباب وبينما اقترحت مفوضية الانتخابات منتصف تشرين الأول أكتوبر المقبل موعدا لإجرائها فإن الحكومة العراقية صوتت على العاشر منه موعدا نهائيا منذ البداية كانت فكرة نزاهة الانتخابات أهم من توقيتها هي المدخل الذي عبرت منه قوى سياسية عراقية كثيرة إلى مرحلة التأجيل تأجيل يصمم المتظاهرون على أن يكون ضامنا لنزاهة الانتخابات كما هو تصميم القوى السياسية على أن يكون سببا في نزعفة لتوتر في الداخل العراقي تدى لعامين عبدالله بدران بغداد الميادين